تسلمت سعادة الدكتورة الشيخ رانا بنت عيسى بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة عضو المجلس الأعلى للمرأة وسام نجمة إيطاليا الممنوح من قبل رئيس الجمهورية الإيطالية تعبيرا عن تقدير بلاده لجهودها في تعزيز علاقات الصداقة مع مملكة البحرين جاء ذلك خلال استقبال سعادة السيدة فولا أمادي سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين لسعادة الدكتورة الشيخة رانا بنت عيسى والتي عبرت عن سعادتها بحصولها على هذا الوسام الرفيع مشيدة بما تشهده علاقة الصداقة الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية من تطور وتقدم المستمرين على مختلف الأصعدة وتوجهت سعادتها ببالغ الشكر للجمهورية الإيطالية على ما حظيت به من تقدير عال منوهة بتعاون سعادة السفيرة وحرصها على كل ما يدفع بالعلاقات بين البلدين لآفاق أرحب على مختلف المستويات من جانبها قالت السفيرة الإيطالية أنها تتشرف نيابة عن فخمة رئيس الجمهورية الإيطالية بمنح الدكتور الشيخة رانا بنت عيسى الوسام مؤكدة أن جهودها المقدرة ساهمت في تنويع وتطوير سبل التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين